النهاردة الدكتور أحمد أبو عبلة خبيب النادي الآلي قال إن محمد عبد المنم أجرى جراحة في الأنف تحت إشراف أحد الأسدزة المختصين في جراحة الوجه والفكين الدكتور أبو عبلة قال إن عبد المنم هيبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة وهيعود للانتظام في تدريبات الجامعية خلال أسبوعين ده خبر بس فيه صورة الصورة حكاية وأنا هقف عندها شوية الصورة حكاية لو دم حضرتك إمام عشور نجمي نادي الزمالك مع محمد عبد المنعم بعد ما أجرى العملية مباشرة نجمي نادي الأهلي وقف يتصور معاه وقف يزوره في المستشفى بس راحوا شوية في الصورة في صمت كده وأتفكر هو إحنا بنتخانق على إيه هو إحنا بنتناحر على إيه هو إحنا بنيعمل حوارات على إيه صورة عظيمة صورة رائعة